يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديق عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى ستمائة ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كلما أملك وكان المبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ مئة ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترث بسداد دين والدهم طبعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبص صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معلمة بارعة في عملها متزوجة من مهندس لا يقل عنها براعة في عمله أيضا ولهما ابن يبلغ من العمر عشر سنوات إلا أنه دائم الصمت ولا يفرقه الحزن إلا قليلا وكثيرا ما يبكي كلما جرس وحيلا وقد فشل أكثر الأطباء في علاجه كما فشل والداه في إخراجه من حالة العزلة التي يعشقها والتي لا يعلماني سببها وفي يوم من الأيام دخلت هذه المعلمة إلى الفصل وألقت التحية على تلاميذها ثم طلبت منهم في جدية واهتمام أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله عز وجل أن يعطيهم أكثر شيء يتمنون تحقيقه في هذا العالم وبعد انتهاء اليوم الدراسي وعودة التلاميذ إلى منازلهم جلس كل منهم يفكر في أمنيته البعض تمنى لعبة جديدة والبعض تمنى التفوق والبعض تمنى المصالحة بينه وبين إخوته وهكذا وفي اليوم التالي أعطى كل تلميذ للمعلمة الورقة التي كتب فيها أمنيته التي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له أخذت المعلمة الأوراق ووعدت تلاميذها أن تقرأها باهتمام وعناية في بيتها وبالفعل جلست هناك تتأمل الأوراق وتقرأ أمنيات طلابها ولكن هناك ورقة جعلتها تبكي بشدة وعندما دخل عليها زوجها سألها عن سبب بكائها فأعطته ورقة التلميذ وهي تقول خذ قرأ موضوعه بنفسك كان مكتوبا في الورقة كلمات مؤثرة جدا بالفعل حيث كتب التلميذ إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا وهو أن تجعلني هاتف جوال فأنا أريد أن أحل محله أريد أن أحتل مكانة مميزة وخاصة في المنزل وأن أصبح مركز اهتمام الجميع ينظرون إلي باهتمام وبأسلوب شيق لا أريد أن أعود مجددا إلى منزلي وأجد أبي مشغولا عني بالحديث في الهاتف وأمي مشغولة عني بالنظر إلى بعض الصور على هاتفها أريد أن أكون أنا هذا الهاتف الذي يهتم به الجميع وأخيرا وليس آخرا أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعاد والدي والترفيه عنهم مثل ما يفعل هذا الجوال انتهى الزوج من قراءة الموضوع وأخذت الدموع تتساقط من عينه ثم التفت إلى زوجته وقال يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين ما أسوأ آبويه ازداد بكاء المعلمة وهي تقول له إنه الموضوع الذي كتبه ابننا وبعد لحظات قررت المعلمة أن تأخذ إجازة طويلة من عملها لتتفرغ تماما لأبنائها وعندما سألها مدير المدرسة عن سبب طلبها قالت له الأبناء نعمة من الله هم رأس المال والاستثمار الرابح وامتداد العمر وأهم شيء في هذا العالم قررت أن أعيش معهم لا أعيش من أجلهم فأفضل ما يمكننا تقديمه لأبنائنا هو الاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم والاقتراب منهم خاصة في مراحل عمرهم الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون قصة واقعية حدثت في المرج بالقاهرة حيث اتصل عميل بسائق أوبر وطلب منه أن يحضر إليه بمنطقة المرج وقد تعود السائق على أن يقف أول الشارع ويأتيه العميل مكان وقوفه إذا ما كانت المنطقة مزدحمة أو الطريق غير ممهد إلا أنه في هذه المرة دخل بسيارته ووقف أمام بيت العميل رغم الزحام والطريق الغير ممهد نزل العميل وفتح الباب الخلفي وأدخل طفلا صغيرا ثم جلس هو بجانب السائق وقال له مستشفى 57-53 فقال السائق في نفسه الحمد لله أني لم أقف أول الشارع اعتذر العميل للسائق لأنه أتعبه بدخوله أمام البيت وقال له ابني كان قد أخذ جلسة كيماوي بالأمس ولن يستطيع السير اليوم لأول الشارع ابتسم السائق وقال له لو أستطيع أن أصل بالسيارة إلى سريره وأحمله لفعلت ظل السائق والعميل يتحدثان حتى وصل أمام المستشفى فقال السائق هذه الرحلة هدية مني لك رفض العميل وأصر على أن يعطي للسائق حقه وعرف أن المبلغ المطلوب هو سبعون جنيها فأخرج مئتي جنيه وأعطاها للسائق ليعطيه الباقي فاعتذر السائق لعدم وجود نقود تكفي معه ثم قال له عندما تريد العودة لبيتك اتصل بي لأعيدك وعندها أخذ مالي رفض العميل وأصر على إعطاء السائق حقه ثم استأذن منه ليقوم بفك المئتي جنيه ولكنه لم يجد مع البائعين ثم أشار له سائق تكسي وأخبره أن معه صرافة فأعطاه المئتي جنيه وما هي إلا لحظة حتى أسرع سائق التكسي بعد أن أخذ المبلغ وهرب شاهد السائق ما حدث وكان يريد مطاردة سائق التكسي إلا أنه خشي أن يظن العميل أنه اختطف ابنه وظل في حزن شديد يشاهد صدمة العميل الذي جلس يبكي على الرصيف ويحدث ربه قائلا فرجك يا الله لم يعد لي طاقة لتحمل أكثر مما أنا فيه نزل السائق يطيب خاطر العميل ويطلب منه أن يحمد الله على أن المصاب في المال فقال له العميل والدموع في عينيه هذا آخر مبلغ معي أردت أن أدفع المواصلات وأشتري لعبة لابني حتى ينسى ما هو فيه من ألم بهذه اللحظة نزل شاب من سيارة فاخرة كان يراقب الموقف وذهب للرجل ووضع في جيبه مبلغا من المال ثم أسرع بسيارته ولم يقل كلمة واحدة سأل العميل السائق عن هذا الشاب إن كان يعرفه فأجاب بالنفي وضحك وقال للعميل مازحا هيا نجلس بالسيارة ونعد المبلغ ونقتسمه عد العميل المبلغ فوجده 2500 جنيه فأخذ يبكي ويقول هل رأيت رحمة الله ولطفه لي أربعة أشهر لم أدفع إيجار شقتي وهو ألفا جنيه وصاحب البيت كل شهر يطلبه مني ولا يقدر حالة ابني واليوم وأنا أصل الفجر دعوت الله أن يرزقني بمبلغ الإيجار أو يجعل صاحب البيت يرق قلبه لي حتى يرزقني فسبحان الله العظيم جعل المئتي جنيه تحلو في عين سائق التكسي ويأخذها ويجري كي يأتي آخر ويعطيني الإيجار وزيادة سبحانك ربي أنت أرحم الراحمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر